انتفاء الأهلية هذا موضوع من الموضوعات المهمة جدا في أجواء التشريع القرآن اعتنى بهذا الموضوع أحاديث العترة اعتنت بهذا الموضوع بشكل واضح المقام مقام إجاز لكنني أضرب لكم أمثلة على سبيل المثال حجر السفيه حينما يحجر السفيه عن أمواله يمكننا أن نقول تحجر أموال السفيه عنه ويمكننا أن نقول يحجر السفيه عن أمواله المعنى واحد هذه الأموال أمواله فلماذا نحجر الأموال عنه أو أن نحجره عن أمواله لماذا؟ لماذا نفكك فيما بين الأموال وبين هذا السفيه قطعا نحن لا نستطيع أن نفكك الملكية هنا الملكية رباطها أقوى من رباط الزواج ومع ذلك فإننا نفكك أهم شيء في الملكية حرية التصرف وإلا ما معنى الملكية الملكية يعني حرية التصرف إننا حينما نحجر أموال السفيه أو أن نحجر السفيه عن أمواله قد سلبناه حرية التصرف في ملكيته في أمواله لماذا؟ لأنه فاقد للأهل أهليته انتفت صحيح أن السفيه يملك هذه الأموال لكنه فقد الأهلية التي تؤهله أن يكون حر التصرف فيها بسبب سفاهته فحينئذ نحجر أمواله بعبارة أخرى نسلبه حق التصرف في أمواله نسلبه حريته في أن يتصرف في أمواله لماذا؟ لأنه فاقد للأهلية مع أن علاقة الملكية أقوى بكثير من علاقة الزوجية فالزوجة ليست ملكاً للزوج ما هي بأمة ولا هي بقطعة من الأثاث ولا هي بعقار من العقارات هناك بناء زوجي ضمن التفاصيل وضمن المطالب التي أشرت إليها في الحلقة الماضية مثال آخر في الزواج يؤخذ إذن الأب حينما تتزوج البنت قطعاً لا بد أن تكون راضية لا بد أن تكون راغبة هي في ذلك الزواج ويضاف إلى رضاها ورغبتها في الزيجة هذه يضاف رضاء الأب رضاء الوالد لا بد أن يكون راضياً لا بد أن يعطي الإذن في زواجها قطعاً هذا على افتراض أنه يملك الأهلية لذلك فإن الأصل في الوالد أن يكون مؤهلاً أن يكون على أهلية في أن نشترط إذنه في زواج ابنته لكنه إذا كان فاقداً للأهلية لا أتحدث عن جنون وإنما أتحدث عن أمر آخر على سبيل المثال بنته أستاذة جامعية متخصصة في حقل علمي مميز وهي مبدعة وهي على درجة من الذكاء والوعي والفهم وإدراك الحياة بنحو يفوق أباها فأبوها رجل أمي أو أنه في مستوى ضعيف بالقياس إلى مستوى بنته هذه وهي اختارت زوجاً من زملائها اختارت إنساناً يناسبها يناسبها ثقافياً يناسبها اجتماعياً اختارت إنساناً متديناً إنساناً صالحاً أبوها رفض ذلك لماذا؟ لأنه يريد أن يزوجها من ابن عمها الذي هو لم يكمل دراسته الابتدائية وهو عامل بالأجرة في بعض أيامه يعمل وفي كثير من الأيام هو عطال بطال أبوها يريد أن يزوجها لأنه قد أعطى لأخيه يوم ولدت كلاماً أن يزوجها من ولده هذا فعينما جاء الزوج المناسب لابنته رفض أن يزوجها هذا الرجل هنا سيكون فاقداً للأهلية بحسب الشرع لا قيمة لرضاه إذا كانت بنته محتاجة للزواج وقد توفر الزواج المناسب لها وهذا أبوها الأخرق يريد أن يزوجها من ابن عمها الذي لا مقارنة فيما بينه وبينها في جميع الاتجاهات سوى أن أباها قد أعطى كلمة لأخيه يوم ولدت أن يزوجها من ابن أخيه فلا أهلية لهذا الأب فعينئذ تتزوج من زميلها الذي يكافئها ويساويها ويهواسيها تتزوج منه ولا يتل أبيها عليها في هذه الجهة فأهليته ساقطة هنا منتفية الأمر هو في أحكام العبودية حينما يقوم السيد الذي يملك العبد في زمن العبيد يقوم بتنكيل عبده بتنكيله بتعذيبه أن يعذبه أن يقطع جزءا من بدنه عملية التنكيل لها العديد من المصاديق أن يقطع أذنه مثلا أن يقطع جزءا من بدنه أن يقطع جزءا من أصابعه أن يقطع جزءا من جلده لتعذيبه ما هو حكم الشرع هنا حكم الشرع الانعتاق وليس أن يعتق ينعتق رغم أن في السيد لماذا لأن مالك العبد قد فقد أهليته لتملك هذا العبد مع أنه اشتراه بماله وهذا العبد يقر بالعبودية له اشتراه من سوق العبيد بماله أيام العبيد فاشتراه بماله والعبد مقر له ولكن إذا نكل بعبده لقد تجاوز حدود الإنسانية لقد تجاوز حدود الرحمة فقد أهليته فإن العبد ينعتق لا أقول يعتق ينعتق إنعتاق رغم أن في المالك فإن المالك هنا قد فقد أهليته على أي حال هذا المضمون مضمون انتفاء الأهلية زوال الأهلية هذا المضمون مضمون قانون هذا القانون مبثوث في تطبيقاته وتفريعاته في كل تشريعات ديننا في كل تشريعات محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حينما أتحدث عن انتفاء أهلية الزوج هذا ليس قياسا هذا ليس قياسا هذا قانون يطبق في جميع الاتجاهات هذا ليس قياسا نحن لسنا بصدد الحديث عن القياس أكانوا يسمونه بقياس منصوص العلة بقياس من نوع آخر لا شأن لي بالقياس وألوانه وأنواعه وإنما هناك رواية للحديث وهناك نظر في الحلال والحرام روا حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وهذا النظر يكون منضبطا بالقواعد وبالأصول وبالمنطق العلوي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير هذه المعطيات ترتبط بهذه المسألة التي بدأت الحديث عنها منذ الحلقة الماضية هناك مبررات منطقية وشرعية عند الزوجة حينما طلبت الطلاق وأشرت إلى مجموعة من المبررات المنطقية والشرعية التي تطالب على أساسها الزوجة بالطلاق هذه المبررات مع تحققها فإن مضمون الزواج قد انتقى قد انتفى خصوصا وإننا في الواقع العملي لا نستطيع أن نجد بناء زوجيا مثاليا تجتمع فيه كل الجهات التي تحدثت عنها عبر الآيات القرآنية في الحلقة الماضية وإنما هناك بناء زوجي بحد من الحدود ببعض الجهات التي تحدثت عنها فإذا من تقضت وجاءت الزوجة تثبت ما عندها من أسباب ومن مبررات كي تطلب الطلاق هذا يعني أن مضمون الزواج قد انتقض وأن مضمون الطلاق قد تحقق غاية الأمر أن شكل الزواج في عقده في ألفاظه لا زال باقيا وأن شكل الطلاق في إيقاعه بألفاظه ليس متحققا غاية الأمر هي هذه هذا هو الذي يتحقق على أرض الواقع فإذا ما نظرنا إلى موقف الزوج الذي بسببه سيفقد أهليته مع انتفاء الأسباب الشرعية الحقيقية التي تلجأ إليها الزوجة في طلب الطلاق كوجود محكمة شرعية حقيقية التي لا وجود لها في أيامنا لعدم وجود دولة شرعية حقيقية وكذلك فإن حاكما شرعيا حقيقيا لا وجود له لماذا لأن المنهج الموجودة في المؤسسة الدينية الشرعية الشيعية هذا المنهج يخرج أشخاص مواصفاتهم تتناقض بدرجة مئة بالمئة مع مواصفات الحاكم الشرعي الحقيقي مع ملاحظة نقطة مهمة جدا ما هي هذه النقطة آيات سورة النساء التي تمنع تعليق الزوجة تحرم على الزوج أن يعلق زوجته فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة فهذا أمر محرم يعالج بأي شيء بالإصلاح وإن تصلح وتتق حينئذ فإن الله كان غفورا رحيما إن لم يكن ذلك هذا يعني أننا قد وقعنا في أمر يحتاج إلى مغفرة ورحمة الأمر الذي يحتاج إلى مغفرة ورحمة إنها المعصية إنه الأمر الذي يخالف ما يريده إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ولذا إذا ما تفرق ماذا يترتب على هذا وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيم فالقرآن يحرم التعليق على الزوج فهل يعقل أن تكون أحكامه تؤدي إلى جعل الزوجة معلقة لماذا لماذا لأن الزوجة لا يعلن إقاع الطلاق هذا الكلام ليس منطقيا سيكون التشريع في تناقض مع نفسه ففي الوقت الذي يمنع الزوجة من تعليق الزوجة يقوم الشرع بتعليق الزوجة حينما يجعل الطلاق متوقفا فقط على إقاع الطلاق من قبل الزوج إذن لا بد للشرع من وضع حلول لمنع تعليق الزوجة من هنا جاءت النصيحة بالرجوع إلى المنظومة الأسرية والمجتمعية وكذلك شرعت قوانين القضاء في المحاكم الشرعية الحقيقية فإن لم تكن هذه المحاكم فإن الأئمة نصبوا لنا من فقهائهم من فقهاء العترة حكاما وقضاة يرجعوا إليهم في زمان الغيبة في زمان الهدنة لكن الواقعة الشيعية واقع مرجئي بتري عباسي تافه فلا ينتج لنا حكاما شرعيين حقيقيين المرأة مخيرة أن تصبر أو أنها تذهب إلى الحلول الإضطرارية الحلول الإضطرارية ما بين المؤسسة الدينية الشيعية التي هي ليست شرعية بنظر إمام زماننا هي شرعية بنظر الشيع أو أن تلجأ المرأة إلى المحاكم المدنية أو إلى المحاكم الناصبية بالنتيجة هناك جهة ستعلن تفكيك الزواج ستعلن الطلاق لأجل النظم الشرعي والاجتماعي وهذه حلول إضطرارية فإن الشرع لا يمكن أن يمنع الزوجة من تعليق الزوجة وهو يشرع لتعليقها لا بد من تخليصها من هذه العلاقة نذهب إلى فاصل أعتقد أن الصورة باتت أوضح بعد عرض لهذه المعطيات والمطالب التي تتصل بالمسألة أنا لم أدخل في كل التفاصيل الصغيرة والدقيقة وإنما عرضت الموضوع في خطوطه الإجمالية لأنني إذا توغلت في الدقائق والصغائر في بحث هذه المسألة سأحتاج إلى عدد كثير من الحلقات سأقرأ عليكم جانبا من رواية رواها الطوسي الشيخ الطوسي في كتابه تهذيب الأحكام وهذا هو الجزء السادس تهذيب الأحكام الجزء السادس طبعة مكتبة صدوق طهران إيران صفحة 347 رقم الحديث 336 بسنده بسند الطوسي عن أبي خديجة أبو خديجة هذا هو سالم ابن مكرم من أصحاب إمامنا الصادق عن أبي خديجة قال بعثني أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه بعثني أبو عبد الله إلى أصحابنا بعثه برسالته فقال قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شيء من الأخذ والعطاء تدارى تدارى تدافع وقع وقع التدافع فيما بينكم في أمور الحياة المادية أو في العلاقات الاجتماعية إنها النزاعات والخصومات بين الناس التي تقع يوميا في واقع الحياة الإمام الإمام الصادق بعث أبا خديجة إلى الشيعة برسالة إياكم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى تدارى وقع تدافع أو تدارى بينكم في شيء من الأخذ والعطاء إياكم إياكم أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق من أي الفساق من الحكومة الموجودة أو من علماء المخالفين مثل ما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله صنفان من أمتي إذا صلح صلحت الأمة وإذا فسد فسدت الأمة العلماء والأمراء والناس في زمان الأمويين وفي زمان العباسيين إما أن يترافعوا إلى قضاة الدولة وإما أن يترافعوا إلى فقهائهم أتحدث عن النواصب والمخالفين وإما أن يترافعوا إلى شيوخ عشائرهم هذا كان يجري في الناس آنذاك حينما حينما تقعوا الخصومات إما أن يترافعوا إلى قضاة الحكومة الأموية العباسية أو أية حكومة وإما أن يعودوا إلى فقهائهم وإما أن يعودوا إلى شيوخ عشائرهم لكن في العام الأغلب الناس كانوا يترافعون إلى قضاة الحكومة فهذا العنوان ينصرف بالدرجة الأولى إلى هؤلاء إياكم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شيء من الأخذ والعطاء أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر الأئمة عينوا لنا وضعوا لنا قوانين القضاء الشيعة لم يلتزموا هذا أمر راجع إلى الشيعة تلك مشكلته حوزة حوزة الطوسي لم تخرج لنا حكاما شرعيين بحسب مواصفات الأئمة صلى الله عليه تلك تلك مشكلة حوزة الطوسي لا هي بمشكلة الدين ولا بمشكلة أئمتنا ولا بمشكلة الشيعة الزهرائيين المهدويين هذه مشكلة السقيفة بني طوسي مشكلة الحمير الديخيين من أتباع السقيفة بني طوسي تلك هي مشكلته اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا الرواية هنا تحدثت بالإجمال التفصيل يأتينا في حلقة يوم غاد لأنني سأحتاج إلى حلقة كاملة كي أحدثكم عن منهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم الذي لو اتبع فإنه سيخرج حكاما شرعيين حقيقي هذه هي الحقيقة من الآخر لكننا ماذا سنصنع لحوزة السفاهة والسفهاء أتحدث عن حوزة الطوسي عن حوزة النجف وكربلا نلتقي غدا إن شاء الله أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله أسألكم الدعاء